كثيراً ما تطلق مناشدات من سكان مناطق عراقية في محافظات مختلفة من نقص الخدمات وما شابه لكن أن يتسلل ذلك الأمر إلى الدوائر والمؤسسات الرسمية العراقية لمسألة فيها نظر طابور مزدحم من المراجعين في باب إحدى الدوائر لعله مشهد بات مألوفاً لكن تلك الدوائر تفتقر لقاعات مخصصة للانتظار بدل اضطرار مراجعيها إلى الوقوف ساعات طويلة تحت رحمة الطقس المتطرف صيفاً وشتاء فروع رسمية لمؤسسات ودوائر حكومية أخرى تخلو تماماً من أدوات وإجراءات السلامة ولعل مشهد الحرائق في البعض منها واستدعاء فرق كاملة من الدفاع المدني لإخماد النيران من أبرز الأمثلة على ذلك دوائر أخرى بناياتها متهالكة وهي أشبه بدور مهجورة أكل عليها الدهر وشرب يعاني مراجعها بالطبع من قدمها ويصطفون في طوابير كالمعتاد لإنجاز معاملاتهم وإكمال متعلقاتهم هل انسحب نقص الخدمات على الدوائر الحكومية العراقية المطالبة بالأساس بتوفير الخدمة للناس؟ هذا هو التساؤل الأبرز في مشهد اكتباض الدوائر بالمراجعين وسط لهيب الصيف في البلاد اشتركوا في القناة